اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضد نظيره المنتخب الليبيري انتقل التنصيق تلتي بين المغرب واسبانيا والبرتغال الى السرعة القصوى في الاستعداد للترشح لتنظيف عاليات كأس العالم سنة 2030 حيث عقد اجتماع كروي بنية لقاء أولياء الوقوف عن البنية التحتية المشاركة وكذا الشروط الأساسية التي ينبغي ان تتوفر لدى البلدان الثلاثة قبل الدخول سباق استضافة نهائية المونديال وشارك فوزي قجاء رئيس الجامعة الملكية المغربية في اجتماع لجنة الثلاثة للترشح لاستضافة نهائية كأس العالم سنة 2030 في مدينة لاسرونسا بإسبانيا هي تعرف حضور كل من بيدرو روشا رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسبانية ورينارد غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي وقدمت لجنة قراءات ثقنية في المشروع الملف المشاركة سواء تعلق الأمر بطبيعة الملاعب التي تصدفها المقابلات الكروية أو البنية اللوجستيكية أو المرافق العمومية أو المطارات والفنادق أو وسائل النقل وغيرها من المشطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر معايير الاتحاد الدولي لكورة القدم خلال مباراته مع فريق أجمغ الأسباكي في الدوري أبطال آسيا يوم أمس الاثنين تعرضت دولي المغرب عبد الرزق حمد الله مهاجم ندي اتحاد جد السعودي لإصابة في الكتف قبل نهاية الشوط الأول مما أدى إلى خروجه من المباراة وسهم عبد الرزق حمد الله في فوز فريقه بثلاثة نظيفة من خلال صناعة هدف التقدم بتنفيذ ركلة جزاء ومن المتوقع أن يخذع النجم المغربي لفحوصات طبية التحديدة مدى خطورة الإصابة ومدى غيابها عن الملاعب خصوصا وهو مقبل عن المشاركة مع المنتخب الوطايا المغربي في كأس أمم إفريقيا بالكودفوارا أعلن نادي الرجاء الريادي في بلاغ أصدره قبل لحظات عن إصابة لاعبه المهدي موهوب بكسر على مستوى القدم اليسرى وجاء في إحادة الفارق الأخضر أن موهوب تعرض إلى كسر على مستوى القدم اليسرى في المباراة التي جرت أول أمس لأحد أمام المنتخب الفاسي لحساب الجولة الثالثة من بطول الإحشرافية والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثلها وحدد الرجاء في بلاغه مودة غياب اللاعب موهوب عن تبريات تتراوح من ستة إلى تمانية أسابيع نسق أثماثله للعلاج وذلك بدأت عمق فحوصة طبية وكان مهدي موهوب قد شارك كاحتياطي في مواجهة عند الدقيقة الستون من الشهو الثاني كبديل لزميله يوسري برزوق تفاعلت جماهير نادي غارض صاري مع أداء الكبير للنجم المغربي حاكم زياش الذي أكد أنه قادر على تقديم الإضافة بمصاري السحر وتحركات الذي الدكية داخل مستطيع الأخضر وهي فرصة لتستطيع نجم من جديد بعد معاناته السابقة في كرسي الاحتياط مع نادي تشيسي الإجليزي وشارك حاكم زياش بديلا لزميله تيتي بداية من الشهو الثاني حيث قدم أداء مميزا وسهم في فوز فريقه على سامسونس بول بأربعة أداء مقابل هدفين بتزديد جميلة من خارج مربع العمليات في الدقيقة السابعة والستون والتي أتلى منها الهدف الرابع من رأسية إيكاردي رغم أن التزديد كانت تشق طريقها إلى الشباكة لكن إيكاردي حاولها برأسه وكان سيكون من بين أرض الأهداف الجولة إن لم يكن أجملها استجابت لكونفيدرياليا الإفريقية لكرة القدم إلى طلب الجامعة المغربية لكرة القدم ببرمجة مباراة المنتخبين المغربي والليبيري يمتلتها السابع أكتوبر المقبلة وبرمجة الكاف مباراة ليبيريا والمغرب برسم تصفية كس أم إفريقية في الرابع عشر من أكتوبر الذي يصادف موعد مباراة الودية التي تجمع بين الكود ديفوار وأصول أطلس ليوافق على تأجيرها إلى السابع عشر من الشهر وتسبب الزلزال الذي ضرب المغرب في تأجير مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الليبيري التي كانت مبرمجة يوم السابع التاسع شتنبير بملعب أضرار بأقادير والتي تبقى مواجهة شكلية بعد حسم المغرب وجنوب إفريقيا تأهلهما إلى كأس أمم إفريقية التي تحتضنها كود ديفوار مطلع السنة المقبلة وحدد الاتحاد الدولي لكورة قدم تواريخ مباراة دولية بين التاسع والسبع عشر أكتوبر المقبلة وهو الأسبوع الذي سينازل فيه المنتخب الوطني كلا ملك ديفوار وليبيريا وينازل المنتخب المغربي شهر يونيو المقبلة كلا من إرثيريا وطنثانيا في افتتاح تصفية مونديال ألفين وستة وعشرون شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر